خلونا بقى نتكلم بشكل أكثر إسهاباً ودي مش هتبقى أول مرة نعود نتكلم احنا نتكلم بعد كده كتير مع دكتور عمر فتحي المدير التنفيذي لمدينة الأساس بضمياط منورنا حضرتك اللي منور والفري العمل بتاعك كله منورين وأهلاً وسهلاً بيكم يا رب يخليك يا دكتور دكتور مدينة الأساس بضمياط اتفتحت في 2019 احنا نهضة هوا في 2022 واضح انه فيه إعدان لما جيت شفت حاجات وفيه تطور قاعد بيحصل أنا عايز أعرف مدينة الأساس بضمياط الهدف منها ايه؟ احنا عايزين ايه؟ بنعمل مجمع ورش ومصانع موبيلية ولا فيه نظرة أبعد وأكبر من كده؟ ده سؤال مهم جداً لأن الحقيقة فعلاً هو ده بيت القصيد وفيش شك في هذا وهو ده الكونسبت الأساسي اللي مبني عليه المدينة اتحدثك عايز تعمل مركز لصناعة ودارة الأثاث في المنطقة في الإقليم لأن احنا عندك مركز موجود في تركيا لو بصينا على الجغرافيا يعني هتلاقي تركيا ناحية الشرق قريبة مننا وفيه مركز آخر موجود في جنوب أفريقيا والمنطقة الثانية فيه فراغ ما بين هنا وما بين هنا هذا الفراغ مصر مؤهلة جداً ليه بحيث أنها تاخد من أول نقدر نقول مثلاً وسط أفريقيا أو خط الاستوى شمالاً لحد شمال أفريقيا بإلى أن تصل حدثك إلى جنوب أوروبا المنطقة دي كلها مؤهلة جداً أنك أنت تقدر تخدمها وهو ده الأساس بتاع الفكرة بتاعة مدينة دوميات للأساس خاصة أن المدينة دوميات جغرافياً قريبة فيه بروكسيمتي فيه قرب جغرافي بينها وبين أوروبا وده يؤهلها لأنها تخدم أوروبا بالذات لو حراك عرفت أن أوروبا صناعة الأساس فيها صناعة معجرة بتهاجر من أوروبا بقالها سنين بتهاجر ليه؟ لأن التعداد السكاني منخفض وبيقل نسبة الوفيات أعلى من نسبة الموليد وبالتالي دي صناعة فيها جزء كتير يدوي فبيهاجروا فهم جغرافياً قريبين مننا فمن مصلحتهم أن هم يهاجروا إلينا مش يهاجروا إلى مناطق أخرى زي شرق أسيا وإلى خاصة في وجود في ظل وجود حرب تجارية معلنة ما بينهم وما بين الصين صحيح إحنا كمان في المنطقة دي حضرتك دوميات مؤهلة لأن فيها 44 ألف وحدة صناعية بتشتغل في الموبيليا معنى كده معنى وبتشتغل من عمر يعني هذه الصناعة متوطنة في دوميات وبالتالي حداك ده معناه أن القواعد الاقتصادية وسلسلة الإمداد اللي حداك محتاجها علشان تقيم أي صناعة موجودة في دوميات من أول الأخشاب، القشرة، الاكسسوارات الأيدي العاملة وده مهم جدا النوهاو موجود في دوميات وبالتالي هي مؤهلة جدا أنها تبقى فعلا مركز زي ما حضرتك تفضلتك ترجمة نانسي قنقر